لما كان في جو من الهدوء كان ممكن أن يجي رئيس توافقي في لبنان لكن في ظل حرب أوكرانيا وهذا الصراع إيران وحزب الله إلى حد كبير لن يقبل برئيس توافقي الموقف حزب الله والسيد حسن نصر الله فيه كثير من الإحراج يعني أنه نحن ما بنقبل غيرنا يورد غاز أو نفط إلا ما نحن ناخد حصتنا ولكن هذا ما رح يصير مش لسنوات لذلك التهديد ما رح يعجل إنتاج الغاز من لبنان فيه اعتراف ضمني أنه الولايات المتحدة هي القوة اللي بعد الرقم الأصعب إذا بدك بلبنان واتهام أنه نحن مشاكلنا الاقتصادية هي من الولايات المتحدة والحصار وإلى آخر يعني والسؤال اللي بينسأل أنه كان في ناقص بالمحروقات إجينا وسط مزوت من إيران طيب أين المساعدات من إيران؟ إيران بدأ من يساعدها وإيران اليوم في حالة حرب مع أوروبا والمحادثات النووية توقفت والعلاقات الإيرانية الأوروبية سيئة حتى إيران يعني داخليا ليست إيران اللي كانت من عشر سنين تتجه أكثر إلى التطرف ولذلك المرونة اللي عم نشوفها في لبنان عم تخف يعني يا أما مرشحنا للرئيسة أو لا أحد المشكلة الأكبر هي أنه صار فيه انقسام عمودي في لبنان الانقسام العمودي أخذ مظهر طائفي للأسف يعني اليوم في كتلة مسيحية كبيرة قاطعت الجلسة التشريعية آخر مرة صار فيه انتخاب لرئيس في لبنان إجا على أثر اتفاق إيراني أمريكي اللي تمثل بالاتفاق النووي ولذلك هل اليوم إيران مستعدة أنه تعطي شيء في لبنان مقابل لا شيء؟ الحقيقة أنه العلاقة بين التار الوطني الحر وحزب الله كانت أفضل في الهرم من ما هي في القاعدة لذلك إذا العلاقة في رأس الهرم تصدعت صعب تترمم باعتقد أنا ما رح يمشي الحال وأكيد ما حيكون فيه مثقية يعني إذا الأحزاب المسيحية اللبنانية الكبرى ما مشت بهذا المرشح ما رح يكون فيه مثقية إذا ما فيه جلسة ما فيه انتخاب رئيس وعن فكرة حتى إسرائيل في سوريا تجنبت وتتجنب أنه تستهدف عناصر حزب الله في سوريا اللبنانيين هذا جزء من قواعد اللعبة بين حزب الله وإسرائيل اليوم بتلاحظي إنه فيه شيء من التحول بالتعاطي مع النواب السنة والشارع السنة أكتر شيء شفنا الحقيقة من التار الوطني الحر ومن الوزير جبران باسيل شفنا منه يعني استمالي للشارع السنة اليوم صرنا بغير عالم لذلك الحسابات الأديمة لا تنطبق واليوم شفنا أنه التار الوطني الحر والقوات اللبنانية بنفس الخندق بالنسبة لجلسة تشريعية